السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم شهيوات حليمة بوهمان مرحبا بكم معي في القناة اليوم غادي نحضروا مع بعضنا قريشلات ولا قريسات ولا بريوش ساهل ماهل بدون دل كيجي رائع وخفيف كيف يقطل نحضروها كالصباح الفطور ولحتى لاشيها كالنجا يعني نشربوهم بعا كويداتي كيجي خفيف خفيف بزاف وكيجي ارتب يعني ساهل وما كيديش الوقت يعني بزاف باش نخلي ويخمر وكيجي رائع كيف كتشوفو رطب كيف القطن ويعني كيجي لديد نتمنى يعني يعجبكم هاد الفيديو ديال اليوم وغادي تشوفو معايا ان شاء الله المراحيل ديال هاد القريسات ولا هاد البريوش يعني بطريقة مبسطة وكيجي رائع ورطب يعني ما تشبعوش منه انا مشيو المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة بسم الله بالنسبة المقادير هنا عندي ادقيق ادقيق غادي نعبرو لكم بالمعلقة غادي نشوفوش حل غادي يسلينا عندي كاس كبير ديال الحليب يكون دا فيه كاس ديال السكر كاس مع مرش ديال زيت عندي ملعقة كبيرة عامرة ديال الخميرات الخبز ومن بيضة واحدة وعندي قبصة من المح وطبعا عندي لفاني وحد الملعقة صغيرة ديال خميرات الحلوية يعني ساشي ديال ثمانية جرام الاول كناخدو ايناء كنوضعو البيت دينا يعني هادي المرحلة الاولى باش غادي نخمرو هاد العجين دينا ولا هاد البريوش باش كيجي رائع ورطب كيف كتشوفو ضفت الزيت والسكر والحليب كدالك وضفت الخميرة والافاني وغادي نضيف تقريبا استاد المعالق ديال الطاحين يعني غادي نعبر بالمعالقة باش يجي كل شيء يعني واضح صار في غادي ناخد الخلط الكهربائي يعني هاد البريوش يعني ضروري ما تديروه في الخلط الكهربائي ولا به هاد طراب الكهربائي يعني باش غايتخلط لينا الكل مزيان ويتمزج لينا باش نحصلو على خليط يكون سائل جدا كيف كتشوفو من بعد غادي نغطيوه باش غادي يختامر هادي المرحلة اللي كتجي بيها هاد البريوش لهاد القريش لا تخفاف كيف يقتن ضروري من هاد المرحلة تديروها صار في غادي نغطيوه ونخليوه حتى كي يضعف الحجم ديالو تقريبا من ساعة كيف كتشوفو هنا بعد ما ضعف الحجم ديالو يعني كيف كتشوفو تختامر غادي نضيف له الدقيق هنا غا نضيف 18 معلقة يعني انا عطيتكم بالعبار ديال المعالق يعني على حسب لي ما عندوش حتى لذلك الميزان غادي نضيف 18 معلقة وفي الاخر غادي نضيف واحد المعلقة هي 19 يعني بالنسبة للمقادر انا غادي نكتبهم لكم كيف دائما بصندق الوصف بالعبار صافي هنا كيف كتشوفو ضبط الخاميره وحلويات وكذلك الملح غادي نبقى نخلط غرب هاد الملعقة الخشبية يعني ما يحتش يددلك نهائيا صافي غادي غادي نخلطوه هنا كيف كتشوفو ضبط الملعقة 19 يعني 19 معلقة صافي هنا غادي نحاول اناني نخلط غرب غرب الملعقة الخشبية كيف قلت يعني ما كيحتش لديك كنديرولي يعني كنخلطوه غرب هكا بتاكيت جانس الكل وصافي وغادي نغطيوه كيف كتشوفو يعني خاصو يكون الخاليط يعني العجينة تكون كتلسق هكا باش كيجينا البريوش دينا ولا القرشلات كي يجيو خفيف خفيف صافي هنا غادي نغطيوه بالفلم أليمونتيغ اللي كنا سبق يعني غطينا فاش خمرنا الخاليط الأول صافي هنا بالحجم ديالو غادي ناخد شوية دقيقة هكا نوضعه فوق طاولة العمل ولا فوق الخامة وغادي نوضع العجين ديالي ديال القرشلات بهذا الشكل بإمكانكم هات القرشلات يعني بأي حاجة بغيشوا يعني تديروا النافع ولا تديروا حبس هات حلاوة يعني مليداتي ما كيبغوش القرشلات يكونوا فيهم النوع من هاد يعني ما كيبغوش يكون من الداخل فيهم النافع يعني كان فضل تدير لهم غير هكا صافي هنا انتم ما ديرو كم اللي بغيتو يعني تديروا في التنسيم اللي بغيتو كيف كتشوفو هنا بعد ما خويت منها الهواء ليالها كنجمعها وغادي نقطعها يعني على حصص باش غا تجيب لي كويرات اللي غادي يقطوني بإمكانكم انتم تحكموا في الكورات ديروهم صغرق من هكا ديروهم يعني انتم ما اللي بغيتو صافي هنا غادي نحاول انني نقدر غير عيني ميزاني دائما نحاول انني نقدر هاد الكويرات كيف كتشوفو هنا جاتني هاد الكمية صافي هنا غادي نجمعها غير بهاد طريقي نجمعي القنيتات ونحاول انني ندير كويرات اللي معروف في القرشلات بالنسبة للقرشلات بالدين انا سبقا اللي حطيتهم في القناة كي جوتهم رائعين وخفاف غا نحط لكم الرابط ديالهم اللي بغا يعني يشوف طريقة ديال قرشلات بالدين هادو بالنسبة لها دورة تقريبا بحلهم تماما هما بحل بريوش يعني حيث ما فيهم حتى شي منسيمات صافي هنا كيف كتشوفو كان نديرهم هاكا كويرات صغار نحاول انني نجمعهم وبالنسبة كيف قلت الكمية بإمكانكم تضعفو الكمية أنا جاني هاد القدر يعني تقريبا تقريبا شي 12 حبة ولا 13 مهم ما حسبتش مهم ما انتم ما غاد شوفو شحال من الكورة عندي صافي هنا بعد مما كورتم وضعتم في هاد الطاوة يعني في هالورقة ديال الفور ونحاول انني غير يعني غير نقرسهم غير شوي يعني ماشي بزاف غير باش ما يتلاسقوش كيف كتشوفو وهنا را ما غادش نخليهم يختامروا نهائيا يعني را خمروا جوج من الرأس يعني أنا غادي هين هبطهم عكا شوية ومن بعد غادي ندهنهم بأسفر بيضة وكيف لاحظو هنا وضعت الأسفر بيضة فيها قليل من قهوة مدابة وقليل من الحليب وقطارات من الخل باش نحايدو يعني رائحة البيض صافي هنا نحاولو اننا ندهنو غير بشوي يعني ما نوركوش على القريصة باش ما تهبطش لينا ويتبقى في الفوليوم ديالها يعني باش تجينا من فوخها وتجينا من بوم بيه صافي هنا غادي ندهنوهم كيف كتشوفو والفرن انا مشي عليه يعني سهون درجة حرارة 180 هاد النوع ليهم حتى يطيبو بعد ما غادي نديرو فوق منهم زنجلان طبعا من الفوق وبإمكانكم تديرو حتى سكر حبيبات يعني الاختيار كي بقى ليكم سافي هنا نحاول الانا ندهن كل الكل بالنسبة هاد القريشك يعني اااا Ap تقدوهم يعني هكا كيف سبق لي اضقري فطور الصباح و وحتا العشية هكا وكي بقيت بإمكانكم تديرو واحد كيمياء وفيراء توضعوو مع هكا في المجميد ومن يتبقيوهم من الساعة تخرجوهم على تساعة وتناولوهم يعني بلا ما يسخنوا إذا خرجوهم على تساعة غادي تلقوه غادي يقولوا بحل يالله صوتوهم كيف لاحظو هنا غادي ندهنهم عفوا غادي ندير فوق منهم زنجلان وغا ندخلهم الفرن يعني طيبو من تحت ومن بعد غادي نشعل عليهم من الفوق يعني بحل طريقة دي القريشلات اللي كان نقادو هادو غير سريعين جدا ولكن كيجيوا رائعين وسهلين يعني ما فيهم لدليك للتحاجة وبدون زبدة أيضا يعني غيرتشو غير بالسيت كيجيوا رائعين ولدادو خفاف صافي هنا غا ندخلوهم للفرن حتى يطيبو ونخرجوه باش نشوفوه من بعد هنا بعد ما خرجتهم كيكتشوفو تحمرو من الفوق يعني اخدو اللون غادي نخليهم حتى يعني يبردو وغادي نحطوهم في طبق تقديم باش تشوفو كيف مش تشوف الفيديو اللي في الاول فيديو انا كيجيوا رائعين يعني بالنسبة لكمية كيف كتشوفو لا بأسع بيها يعني كيجيوا رطبين كيف القطن وغادي نشأ تشوفو وغادي نشأ تشوف جواه للمشاهة وأنا كيف يبرددو لو وغادي نشأ تشوفو وغادي نشأ تشوفو شكرا